كنت أسألتك وعننا تصريحة بعد ما نتها بعد وقت كان مرشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي السلطات الأمريكية كنت أسألتك قلت لك طالبت بعملية إنزال الجيش الأمريكي في أحداث السفارة الأمريكية عبد الكريم الزبيدي أنا ذاك كان وزير الدفاع نفى ذلك في حين محمد المصف المرزوقي وأنت أيضا الآن قلت موجود كلام هذا وثم طالب رسمي من السلطات الأمريكية وكنا نرصف الأحداث متى السفارة الأمريكية تدخل الأمن الرئاسي لفضل إشكال وكنا نرصفه ثم برشا كلام برشا قيادات أمنية بما في ذلك وزير الدفاع هو 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 خنجده في النقطة الأصلية هو وقت اللي صار الهجوم على السفارة الأمريكية وقتها كان ثم تبديل الحراسة مجموعة من الحراس السفارة غادروا تونس والمجموعة الأخرى ما زلت مدخلتش في تونس دونك على مستوى طالب ممتازو الطائرات المارينز اللي هم يحسوا السفارة الداخل 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 أعدادهم لقد قتل التحقيق رأوا سفارة عبارة هي ملك أمريكي من الناس اللي تشاهد فينا الأمن داخل سفارة ليش مشهول مولات تونس وكأنه كما أمن سفارة في تونسية في باريس ليش مشهول مولات فرنسا هو مشهول مولات تونسا الوقت هذاك هو صار تبديل الحراسة وما زلت المجموعة مجموعة غادرت والأخرى ما زلت جاية في الطريقة لما يجيه من سقلية من القاعدة الأمريكية في السيليا الوقت اللي تم الهجوم وكأنه كانت ثم معلومة أنه ما تماش حراسة هل المحتجين المظاهرين المهاجمين كانت عندهم معلومة هذه ولا؟ ما نعرفش لكن جاب ربي خاطر لو كانوا كان ثم الحراسة وحسوا بالخطر كان منعنوا مجزرة يوت القرصاص على المهاجمين ربما يوقعوا عشرات ومئات وقت أمريكيين ضربوا التونسا وغيروا ما حابوا يعملوا بعطين الأمريكيين في لتها حابوا يرسلوا قوات عب عجالة خاطرك الحراسة اللي جاية بطريقة تقليدية ما زال تاخذ وقت حابوا يرسلوا أعتقد زوز طيارات زوز طيارات زوز طيارات من سيسيليا لتونس ويدخلوا مباشرة للصفاء وصار ضغط من وزير الدفاع من وزير الدفاع من لأجل أنه رئيس الجمهورية يقبل بذلك ورئيس الجمهورية وهذه شهادة للتاريخ رفض ذلك رفض طلبه بمكتوب رسمي أو طلب رسمي رفض ذلك من المنطلق شنوه؟ منطلق أنه يقعوا اتباع الإجراءات العادية هذا بش يدخلوا جنود من غير اتفاق ودخلين بسلاحهم طول هكاكا ومن غير الإجراءات العادية هذا لا سبيل إليه ثم وزير الدفاع أصر وعاود التصل برئيس الجمهورية صار ضغط من وزير الدفاع من أجل ذلك ولكن في المقابل كان دائما نصف مزوقي رافض العمليات